الزمالك عمل لكم خدمة جليلة الحقيقة أنا عندي كواليس كتير في موضوع فتوح يعني فيتوريا أصر إن فتوح ينهي أزمته علشان يقدر يكون موجود فتوح برضو يحسب له الحقيقة إنه هو اختار المنتخب اختار إنه هو يعني الأزمة والزمالك عمل خدمة كبيرة للمنتخب إنه هو خلص موضوع فتوح فالأمور أعطفت هادية لأي لا فتوح يعني هو ابن نالي الزمالك وهو واحد هو ثلاثة أو ثاني كابتن أو يمكن ثلاثة أو رابع كابتن في فرد نادي الزمالك وبالتالي هو الطبيعي بيحصل مشاكل لكن الطبيعي في الآخر إنه هو يبقى مبسوط في نادي بيكبر في نادي هو موضوع لك تبقى كابتن نادي زي نادي مش حاجة سغيره والحاجة سهلة بفلوس كتير جدا هو اشترى النادي كل الناس بتغلط لكن هو اشترى النادي والنادي أكيد جمهور بيزعل شوية لكن ما بيغضبش قوي لو أنت اشتريت النادي في ساعة الجد هو اشترى النادي الزمالك سعزا أقول لك دي أحسن طريق تحسب لإدارة نتيل لفتوح أنه هو يجدد مع الزمالك نا واتبقى حي كابت حسين اللبيب وكل المجلس الإدارة طبعا بحاجة كويسة أول ما جم عندهم كذا مشكلة كبيرة دي أول كانت مشكلة واجههم حلوها بشكل كويس عقبوا وفي نفس الوقت يعني شدوا ورخوا في نفس الوقت عقبوا وفي نفس الوقت رجع اشتغل معاهم وممضوا ولعيب مهم لنادي الزمالك فبالتوفيق إن شاء الله لكل اللعي ونتمنى لعيبة دايما أي حد ملعب فينا دي يعني يركز في الكورة أكتر الكورة احنا بنقعد عشرة سنين نلعب وبقيت السنين كلها بتقعد قاعد بعيد عن الملعب فالعشرة سنين ولا 12 سنة بتلعب ولا 15 خليك دايما دايما حاول تبقى فوكس في الملعب وما تعملش مشاكل كتير وحاول دايما ركز في المسطين الله خضر هو ده الأكل عيشك منه هو ده السمعة الطيبة اللي بتسيبها بعد ما بيسيب الكورة طبعا